السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم الدكتور خالد جمعة اختصاص بالأمراض الداخلية العامة بفيديو اليوم رح أعرفكم على كتاب أو مرجع طبي رائع جدا جدا وأنا بعتبره من مراجعي المفضلة لأسباب كثيرة أول شيء أنه هالمرجع ما بيفوض بالتفاصيل بيعطينا المختصر المفيد يعني إذا أنا حابب أقرأ عن مرض ما شوف علاج مرض ما أو أقرأ عنه بشكل عام فورا فيني ألجأ لهالكتاب وفهرسته فعلا فهرسه رائع يعني أنا فيني اعتمادا على الأحرف الأبجدية أصل المرض اللي بديه بسهولة تامة وأقرأ عنه كما أنه هالكتاب ما بيحتوي فقط على الأمراض الداخلية إنما يحتوي على الأمراض الجراحية الأمراض الجلدية الأمراض النسائية يعني هو كتاب متنوع وضخم جدا حوالي 4000 صفحة اسم هالكتاب The 5-Minute Clinical Consult نسخة 2020 طبعا في نسخ سابقة نسخة 21 هي آخر نسخة نزلت من هالكتاب تعالوا نتعرف على هالكتاب وشو مكوناته صراحة هالكتاب له جزئين أساسيين الجزء الأول هو الألغريتم والجزء الثاني هو التوبيكس خلونا نبلش بالتوبيكس لنتعرف كيف نشتغل على هالكتاب إذا بدنا نقرأ مثلا عن مرض معين نشوف فتحنا التوبيكس بالفهرس تبع الكتاب راح نشوف أنه مرتبة حسب الأحرف الأبجدية نبلش مثل مو شايفين من حرف الأي ننتهي بحرف الزد مثلا خلونا ننزل لهون نشوف أو نقرأ عن الأنيمية مثل مو شايفين هون آيون ديفيشنسي أنيمية فتحنا هالجزء أو هالمرض المعين راح نشوف أنه ما في كتير تفاصيل ما في معلومات فيزيولوجيا كتير إنما يعطينا المقتصر المفيد والمعلومات التي تفيد الطبيب الممارس يعني إذا أنت كن الطالب طلب صراحة ما راح تستخيل كثير من الكتاب الكتاب موجه للأطباء والمقيمين بالأخص والأطباء الممارسين يعطي معلومات مختصرة بيفصل بالعلاج بشكل كبير تحنا نشوف فقرة العلاج راح نشوف أنه فصلنا كثير بالعلاج هون بالنسبة لعلاج فقر الدن بيعوز الحديد طبعا جميع المعلومات الواردة بالكتاب هي معلومات محدثة ويعني تستند لآخر تحديث طبي للعام 2021 وهالكتاب عم يتحدث باستمرار تقريبا يعني أنه كل سنة عم تنزل نسخة من هالكتاب أما الجزء الثاني من الكتاب اللي هو فعلا رائع جدا جدا وخاصة للحفظ هو قسم الألغريثم أو الخوارزميات الطبية كمان كتصنيف مصنفة حسب الأحرف الأبجدية من A إلى Z مثل المشايفين هون الابديومنال بين كرونيك نفتح منشوف أنه في خوارزمية مرسومة لتشخيص الألم البطني أنه كيف الخوارزمية اللي لازم تكون مرسومة ببالنا لحتى أنه قارب مريض ألم بطني مزمن طبعا في خوارزميات كثير مثل ما حكينا كتاب ضخم تقريبا 4000 4061 صفحة يتألف من جزئين أساسيين التوبكس والالغريثم فعلا كتاب رائع رائع جدا طيب هلأ شو السلبيات؟ السلبيات أول شيء ما كتير ننظم الكتاب بالنسبة للتوبكس ما في جداول وما في تلوين وكذا بس هالشيء مو مهم يعني إذا طبيب ممارس عم يقرأ ما رح ينتبه لي على الجداول وعلى التلوينات وعلى هالأمور المهم يصل للمعلومة وتكون معلومة دقيقة ومختصرة هاي أول سلبيه السلبية الثانية أنه ما نموجه للطلاب يعني إذا أنت كنت طالب طب فما أنصحك تبدأ قراءة به الكتاب في كتب ثانية تقرأ فيها مثل جولدمان والهاريسون هاي كتاب هو موجه للطبيب الممارس فقط اللي عم يشتغل اللي عم يشوف مرضى مشان يحط تشخيص ويتفسع بالعلاج العلاجات مذكورة بالتفصيل هون أما إيجابيات الكتاب فهي كثير أول شيء هو كتاب مختصر جدا يعني أنا فيني أصل لأي معلومة بشكلها المختصر ما في داعي يخوض بالتفاصيل الفيزيولوجية ودور على المعلومة اللي بدي إياها بكتاب كبير مثل الهاريسون أو القولدمان لا هون معلومات مختصرة واضحة ثاني شيء سهل للوصول أي مرض بدي إقرأ عنه حسب الفهرة ستبقى الكتاب فوت ودور عليه فيني لأيه ببساطة وبسهولة ثالث شيء موجه للطبيب الممارس مثل ما حكينا ومفصل بالعلاج تفصيل العلاج هالشيء مهم جدا وطبعا هالشيء يستند لآخر التوصيات العالمية هالكتاب أنا رح حطه على قناتنا على التليجرام رابط القناة موجود بوصف الفيديو وإن شاء الله بالفيديوهات القادمة رح نحكي عن كتب أكثر نعرفكم عن مراجع طبية أكثر ودمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر